منتخب مصر كان عنده مواجهة قدام غينية من كم يوم كمان كم ساعة يبقى عنده مواجهة أخرى أمام المنتخب الأسيوبي رأي كيف اللي حصل في المباراة غينية أداء وطريقة ولعبين وبالتأكيد جهاز فني في قولة يقول للكابتن هاب جلال بص في عجالة كده يمكن أنا كنت برضو ساعتا كنت بحل المباراة في إحدى القانوات وقلت نفس الكلام اللي هقولولك ده أداء الناس مش راضي على أداء بس الأداء هيجي مع الوقت الكابتن هاب جلال يدوب مدرب يعني يومين بس أو تدربتين بس قبل المباراة ولسه جهاز فني جديد وكل حاجة كان عليه اللي هو رقم واحد المكسب وخصوصا اللي انت مسافر مباراة تانية بره فالمكسب ده مكسب معنوي فهم مكسب معنوي اللي هو يخلي الدنيا يعني تفوه شوية لكن كأداء أنا مش الآن على الكابتن هاب مع المنتخب لهو أصلا الراجل ده هو من مدرسة اللعب من تحته كلنا شفناه مع بيراميز شفناه مع المقصة ما عندهش حتة التطفيش حتى كورا لما كان بترجع للشريف الكرامي لأ بيحب دايما يبدأ من تحت وبيلعب من تحت فحتة الأداء هو المدرسة بتاعته هتيجي مع الوقت هو بس محتاج يقعد مع الوقت شغل لكن اللي طلعنا منه مباراة تلات نقطة وهو كان أهم حاجة للمكسب عشان ده زي ما بقولك ده مكسب معنوي للفرقة برضو يديهم دفعة قبل ما يسافروا للمباراة اللي جاية فهو ده لكن كأداء ان شاء الله هيجي مع الوقت أنا متوقف السؤال بقى اللي مع الوقت وطريقة لعب أو مدرسة الكابتين العاب جلال زي ما انت تكلمت بالزبط هتيجي امتى بقى ما انت بتتكلم في معسكرات هيكل لها معسكرات بأيام قليلة ما زي زمان زمان كانت المعسكرات بالشهر وكابتين العاب جلال مدرب له أسلوبه الخاص هيحفظ اللاعبين الأسلوب ده ازاي انت مدرب يعني انت فاهم انت تستلم لعبين فترة قليلة والمعسكرات انا فاهم اللي بتبقى قبل المباراة ستتعمل ايه وهي كده 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 كمان لعيبة بتجيله جهزة بس انا عندي معلومة ان كاس الأمم بنسبة كبيرة ممكن يتأجلها لشهر موضوع كاس العالم فدي هتبقى ميزة لكابتين ايهاب جلال يعني ميزة اللي هو ممكن بقى من خلال مباراة الودية مع تكرار التدريب مع موضوع كاس العالم ده اللي هو يتأجل عندك ممكن تعمل مباراة ودية كتيرة يطلب من اتحاد الكوري اللي هو ما يعمل له كذا مباراة فاعتقد كل الحاجات دي اكيد اللاعبها تستوعب وخصوصا انت عندك لعيبة دلوقتي عندهم من العقلية خلاص ده لعيبة محترفة ولعيبة نجنفة عند ديتهم ولعيبة مش اول مرة يعني تنضم كريم ده لعيبة دولية ولعبوا قبل كده عندهم من الخبرات فاكيد هيستوعبوا بسرعة كلام ده لو انت مسك فرقة صغيرة كلام ده لو انت مثلا زي ما انت بتقول كده عشان ديء الوقت انت اول مرة ينضم لكن اللاعبة دي خلاص وانت بتحفظ بس مجرد تشغل شغل تاكتك هو كابتين عاب جلال في اليومين اللي اشتغلهم دول اشتغل بدني؟ ما اشتغلش بدني هي اللاعبة جاية اصلا قريدي اللي جاي من محترف واللي جاي من هنا ومن هنا واللي الدوري شغال هنا فالموضوع انت بتشتغل بس تاكتك بتحفظ بتوريهم طريقة اللاعب ايه وهو اللاعب بعلي اللي هو بيستوعب لكن انا متوقع للفترة اللي جاي دي وخصوصا زي ما بقولك لو المعلومة دي اكيدة يعني لو كاس الأمم اتأجل اعتقد اللي هيبقى عنده اوكي كاس الأمم انت كلم على كاس الأمم هيبقى في يناير اه هم خلوه خلاص في يونيو يعني كده كده يعني خلاص ان شاء الله يعني اعتقد بقى اللي كده هيشتغل براحته هيبقى عنده وقت كفاية اللي انت ممكن بقى الفترة دي يعمل مباراة ودهية كثيرة وعنده في الأجنتة فاعتقد اللي هيقدر يحفظ اللاعب واللاعب على اللا هي عليها تستخدم